صحية طيب هذا الأسبوع كمان شاهد إجراء أرع الدوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات الألي يا جماعة عنده فرصة لإحراز إنجاز غير مسبوخ في تاريخ البطولة وتاريخ القارة وده اللي ركزت عليه مجلة الألي في عددها الصدر اليوم إنها السلاسية تدخل الألي تاريخ كبير جدا الألي أخذ البطولة مرتين مازينبي أخذها مرتين أكتر من نادي احتفظ باللقب لكنه لم يسبق لأي فريق باشموندس فاز بهذه البطولة ثلاث مرات على التوالي فيجب أن يكون ده كابتن سيد عب حفيز يجب أن يكون ده الهدف المرصود والدافع القوي لهذا الجيل من اللعيبة الجيل الزهب جيل أبو تريكا وبركاته وقال جمعة مع ملهاش من والجزئة مستر بيتس ومسلماني ما عملهاش إنك يكسب دور الأبطال ثلاث مرات وربع ده دافع كبير جدا يدخل هذا الجيل من اللعيبة والجهاز الفني التاريخ الله يكون فعون هذا الجيل اللي ما عندهش فرصة لالتقاط الأنفاس وتحدي من تحدي من تحدي ومطالب بإحراز كل الأهداف وتحقيق الأرقام الخياسية أتمنى التوفيق لهذا الجيل حتى يصبح الجيل التاريخي والزهبي مش في النادي الأهلي في أفريقيا طيب القرعة اتعملت المجموعة الأولى الأهلي سانداونز والهلال والمريخ كان ملاحظ جدا حكاية كل فرقتين من بلد واحدة واعين مع بعض الهلال والمريخ الأشقاء السودانية واعوا مع الآل وصانداونز الرجاء المغربي واع معها في المجموعة الثانية أمازول الجنوب الأفريقي وسطيف الجزائري وحوريا كونكل الغيني بس المجموعة الثالثة فيها مواجهة تونسية عربية الترج والنجم من تونس معاهم بلوزداد الجزائري وجالكس البوتسواني دي مجموعة قوية جدا المجموعة الرابعة الوداد المغربي والزمالك وفريقي أنجولا بيترو أتليتكو وسجرادة الاثنين من أنجولا إذن فريقتين من أنجولا ومعاهم فريقين عربيين بيترو أتليتكو ده معارفينه سجرادة اللي ما نعرفش الزمالك والوداد التصنيف اللي كان زي ما حضراتكم متابعين لكن على ذكر بقى تصدم الموعيد هو كالس العالم للأندية تخلص امتاه 12 فبراير 12 اتنين تخيلوا أنه الاتحاد الأفريقي هو راخر وبيعمل جدول القرعة حط للالة أول مباراة له مع المريخ السوداني في القاهرة 11 أو 12 فبراير تخيل يعني هو الرهان دايما على أن الفرق مش هتكامل يعني أنت في النهاية وده طبعا بيفرض عليه أنه بيؤجل بسبب كاس العالم بس أنا بقول لكم على غياب التنسيق الآلي بيبدأ مشواره إن شاء الله دفاعا عن لقبه مع المريخ 11 أو 12 فبراير يؤجل بسبب كاس العالم الهلال مع الآلي يعني الآلي حيستضيف المريخ ثم يسافر للهلال على طول بعدها بست أيام يعني 18-19 فبراير الآلي مع الهلال السوداني بره هل هيلعب في السودان ولا هيلعب بره حتى الآن الاتحاد الأفريقي ما ثبتش الملاعب الآلي يرجع يستضيف سانداونز 25 أو 26 فبراير كله في فبراير يدخل في شهر مارس فيه مطشين مهمين الآلي حيسافر لسانداونز 11 أو 12 مارس ويرجع يستقبل المريخ 18 أو 19 مارس ويختم مع الهلال في القاهرة 1 أو 2 إبريل إذا نحن نتكلم على فبراير ومارس هيخلصوا الموضوع وتنتهي 1 إبريل فترة مضغوطة جدا ووضح جدا الجدول عشان كده ما عرفش الحج المهندس فرج عامر في لجنة المسابقات الكلام ما يخص الشناد الأهلي كلام يخص الأهلي ويخص الزمالك ويخص المصري وبرامد المشاركين في الكنفدرالية هل مع هذا الجدول المضغوط هل الحج عامر حسين بعد في ظل هذا الجدول للمضغوط حيتم مراعاة الأندية المصرية الأربعة ولا مزيد من الإجهاد عليهم بالذات أن الاتحاد الأفريقي أيضا مش متوسي أنت متخيل أنه بيخلصوا البطولة كلها في دور المجموعات في فبراير ومارس مش حتى في فبراير في منتصف فبراير 11 أو 12 فبراير فنتمنى من المهندس عامر حسين أنه الأندية المصرية الأربعة يتم مراعاة جدولهم المحلي مش تلعب هنا مطش وتسافر وتبصت لا يفيه مطشين محليين مزنوئين الصحف الصحف السودانية تحدثت عن أنه المريخ بيختار ملعب أدس لاستضافة مباراة المجموعة كفروتر أيضا السودانية قالت الأمين العام للهلال بيقول قرار بعد ملعب الهلال ده كلام قديم دي قضية لم تحسن بعد جمال الوالي بيوجه رسالة للهلال والمريخ بيقترح على مجلس إدارة الناديين اختيار كينيا أو أغاندا للعب فيها لكن حتى الآن مسألة الملعب غير محلولة لو بعيدا عن هذا الجانب من التعليقات السودانية على القرعة الحقيقة كابتن عبد منعم شطة كابتن شطة طبعا نجم الأهلي الكبير واحد من نجوم الجيل الزهبي في السبعينات وهو السودان الشقيق له رأي في القرعة كمان كان مدير الإدارة الفنية في الاتحاد الأفريقي فمن هنا لما يتكلم على الأهلي ويتكلم على الهلال والمريخ والاتحاد الأفريقي يبقى كلام كابتن شطة مهم نسمعه المجموعة بتاعته فيها صعوبة شديدة جدا لأنه فيها أفريقين من بلد واحدة واعتبروا دير بكبير واعتبروا من أكبر الفرق في السودان وكمان يعني عندهم برضه مصنفين أفريقين معهم طبعا معهم سانداونس والشحاب سانداونس ده بتع موسيمانيا كابتن عبد منعم طبعا 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 ده الحق معه بطولة أفريق ده ده دراما مرع دي يعني يعني هو كجسف أمر أو كضيف شرف في أنه يسحب الأرع وأنا حقيقة اندهشت جدا من الناس اللي بتقولك مفروض ما يسحبش أرعه إزاي يعني يعني ما هو ما هو يعني السبب الرئيس اللي خلى الناس تعترض على هذا الأمر حقيقة أرجع تاني الهلال والمريخ إذا نقولك أنهما حتى هذه اللحظة ممنوعين يلعبوا على عرضهم نتيجة الاستادات غير مطابقة للمواصفات اللي وضع الاتحاد الأفريقي في الكلاب وأنه لازم الأندية لمشتركة بطولات دور الأبطال يكون لها مواصفات معينة في الاستادات فأتوقع أنه هلال ممكن يلعب من مبارات تأتي رايح جاي يلعبها في مصر أتوقع ممكن يغير طبعا أهلا لأسانا هيلالك كأنه يلعبوا على أرضه يعني ما هو ده اللي حيرصل لأنه ممنوع يلعب على أرضه وحيروح فيه ثاني ويجي هنا ويطلب الاتحاد الأفريقي أنه يقيم ويقعد في نفس يعني ما يسافرش كثير وفي سانداونس طبعا حيث ترى يروح هناك يقعد في جنوب الأفريقي ويلعب المصر هناك أتوقع ذلك لكن هناك محاولات من رئيس نادي الهيلال أنه يخلي المتطلبات طلبة الاتحاد الأفريقي للإستاد الهيلال أنه يحاول نفسها قبل فأبراير وده ممكن طبعا تحصل لأنه عنده حقيقة إمكانك كويسة الهيلال يقدر يخلي المريخ والهيلال يلعب على أستاذ الهيلال يعني هل يتوقف عنده الاعتراض على أن المسلمين يطلع يعمل قرعة مسألة ما هيش يعني في وجه نظري هو التعادل الأفريقي الرجل ده خاد أفضل مدرف أفريقيا وحامل لقب يعني لا يعني هيعمل إيه هنرجع تاني الكرة السخنة وكرة المبلولة وكرة الساعة وشغل المؤامرات المستمر ده هو يعني لما مسيماني يشد يشد سانداونز يشد الهيلال والمريخ يعني لو عايز يختار يعني فيجيب قرعة صعبة للأهل بشكل ده قال عليها الزبيل سيد علي إن فيها دراما عالية جدا لأنه مسيماني التاني بيقع ضد سانداونز طب بقى فيه سانداونز رأيهم إيه بعد مواعه مع الأهل نشوف اللي أستاذ خالد علي في أون تايم سبورتز بيتكلم على الأرع مجموعة صعبة مجموعة صعبة قوي بالنسبة لأهلي حمل لقب سانداونز الهيلال المريخ لا هي مجموعة صعبة تتكلم عن الصعوبة هي مجموعة صعبة نادري أهلي إذا ما قلت لك حمل لقب آخر نادري أعتقد فيه 16 فريق 14 أو 12 فريق في زيب البطولة قبل كده فهي دور المجموعة السنة دي صعبة يعني الفرقة اللي هي عايزة تاخد بطولة المفروض ما تهبش من أي فرقة يعني يعني بتلعب أن في النهاية دي بطولة قرد قدم دي رياضة فيها مكسب وفيها خسارة أكيد بتبقى أخف حدة بس في النهاية الفريق البطل المفروض أنه يلعب على أساس أنه ياخد بطولة فمش هيهب أي فرقة إذا كان للنادي الأهلي أو إذا كان للنادي سانداونز فأعتقد المباراة هتكون المباراة الثالثة المباراة الثالثة هتتخفف شوية من نوتيرة الممكن لأن فيه مبارتين قبل كده هتشوف أنت واقف فين واخد كم نقطة تقدر تقدر تشوف مش زي دور التمانية انت النوك أوف فأعتقد هتبقى أهدى شوية بس هي في النهاية دربي دلوقتي بقيت دربي في أفريقيا طبعا هو شايف مجموعة صعبة خالد لكن لوجة نظر لو فكرت ما كان قلت لها صح ولكن أنا همني دلوقتي أنا والقالمش هنلتقي دلوقتي في أدوار قصائية بعد كده بدري يعني فيتمنى هو أنه يقول لك أوصل أنا يعني مليش دعمي التاني يوصل هو بيقول لأهلي لكن هو بيكلم على مصلحته فيها وجهة نظر ده كان عن القرعة وأعتقد كلام خالد علي وكلام كابتن شطع عن أن المجموعة صعبة طبعا صعبة فيه رد على الناس اللي بتتكلم على استضافة مستر بيتسو موسوماني كضيف شرف في القرعة لكن على فكرة هو سحب قرعة الكنفدرالية والأهلي مش مشارك في الكنفدرالية بس ما علينا ترجمة نانسي قنقر